سلام عليكم عزيزي المشاهدين اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة معنا مراجعة فيلم بيرس بري بيرس فتابعوا معنا الفيديو متنسوش تدعموني تعملوا لايك وشير وتأكدوا ان انتم مشتركين في القناة وانفعالين الجرس عشان يصاركم كل جديد ويلا بينا نبدأ تنجح عاملة مشرحة في اعادة الحياة لطفلة صغيرة ولكن للحفاظ على روحها يجب الحصول على مواد بيولوجية من النساء الحوامل ويحدث ذلك بمساعدة ام الطفلة التي تعمل ممرضة لكن تؤدي التجربة الى حقائق مروعة والفيلم مقدم لنا من استوديوهات شادر واحدة من الاستوديوهات المفضلة بالنسبة لي نظرا لمقدرتها على تقديم افلام رعب لو باجت بطريقة كويسة جدا فهل الفيلم ده هيكون فيلم قوي مقدم منهم ولا لا نتكلم عن جزية القصة والسيناريو اعتماد الفيلم الكلي كان على قوة الفكرة بتاعته اللي هي مش جديدة على فكرة ولكن هو كان ناجح في تقديم شيء جديد بيها ولكن الفيلم في تقديم القصة والشخصيات قفز عدة قفزات كانت محتاجة لبعض التقديم سواء على مستوى مرض الطفلة الصغيرة اللي كان برضو محتاج لتقديم وتمهد لي ان هي اصلا عندها المرض ده سواء بالنسبة لشخصية روز كانت محتاجة للتعمق اكتر شوية ولكن ما ظهر منها كان كافي بالنسبة لي بس هو كان في بعض الاسئلة حوالين الشخصية دي اللي كنت محتاج اجابات ليها لخلى المشاكل دي تبقى برزة بشكل اقوى ان الفيلم رتم وبطيء وفيه حشو احداث وانت دلوقتي رتمك بطيء ماشي ده شيء متعرف عليه بالنسبة لأفلام الرعب ولكن في حشو احداث فكان فيه حاجات اولى ان انت تتكلم فيها بدل ما انت قاعد بتعشي حداث وبتطول في وقت الفيلم بس الفيلم نجح في تقديم بعض الافكار زي مسلا ان ارضى بقضاء الله وقدره وما تحاولش تغيره لان اي محاولة ليك من تغيير القدر هتقودك لنتائج انت مش هتحبها مش هتنجح اصلا في تغييره هتلاقي نفسك بتتحمل عواقب وخيمة نتيجة القرارات اللي انت خدتها نتكلم دلوقتي عن الاخراض الفيلم للكبار فقط ليه ما هيحتويه من دموية وافكار ومشاهد مش هتكون ملأمة لكل الناس بالنسبة للصورة البصرية فالصورة البصرية هنا كانت قوية التصوير والكادرات والشور ده كله كان كويس والتقديم والمشاهد الدموية اللي حصلت والحاجات دي يعني تحسها ان هي الحاجات المستخدمة فيها كويسة مش حاجات لو بوضجت والشغل ده لأ الفيلم قدر ان هو يصرف الميزانية بتاعته بشكل كويس والمزيكة كمان اللي تم استخدامها كانت حلوة جدا. اما عن جانب الرعب فالفيلم هنا هو يعني بيقدم لك فكرة مرعبة عموما ولكن رعبك المتعارف عليه بالنسبة لنا ده مش موجود اطلاقا فلو انت دخل بقى بتدور على الرعب وكده لا انت مش هتلاقي اي حاجة من الحاجات دي يعتماد الفيلم الكل فقط على الفكرة المرعبة اللي هو بيقدمها. ونروح للأداء التمثيلي. شخصية روزة عملت أداء تمثيلي حلوة جدا وحرفيا كانت هي اللي شايل الفيلم على مستوى الاداء التمثيلي. كنت اتمنى ان احنا نتوغل في الشخصية اكتر من كده ونعرف عنها جوانب تانية ولكن ما ظهر منها كان كويس وكان كافي والاداء التمثيلي كان حلو. اما عن شخصية سيري اللي هي الام فالاداء التمثيلي ما كانش افضل حاجة لان كان فيه تحديات تمثيلية هي واجهتها اداء التمثيلي فيها كان ضعيفة. كانت محتاجة تتوجه اخراجيا اكتر من كده شوية. كانت محتاجة تتعسر اخراجيا شوية عشان نعرف نطلع منها اداء تمثيلي. فيلم شاهد اللي كانت محتاجة اداء تمثيلي اقوى من اللي هي قدمته. جيميل الفيلم هو خمسة من عشرة. الفيلم زي ما قلت انه قدم فكرة قوية قدم بعض العناصر ولكن ما كانتش كافية لان هي تشيل الفيلم. كان فيه حاجات كتيرة تانية كانت محتاجة تتعدل. الفيلم ده تقييم معلومه كروتن توميتوز عالي جدا. وده حاجة كانت مشجعة لان انا اتفرج عليه. ولكن روتن توميتوز اصلا طلع عنه اشعاعات مبارح ان النقال اللي موجودين عليه بياخدوا فلوس في مقابل ان هما يدوا تقييمات عالية لحاجات. فاصلا موقع بقى غير موصوق فيه. وهو اصلا في العادي معروف ان التقديرات بتاعته بتبقى مختلفة شوية وليه نظرات كده خاصة بعيدا عن اي حاجة تانية. فبالنسبة لي انا ما قدرتش استمتع بالفيلم وكنت منتظر منه اكتر من كده اقدم فكرة قوية ولكن الفكرة الوحدة مش هتشيلها. وبس كاعد زي المشاهدين نكون خلص فيديو النهاردة. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير لي وتأكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.